بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا صباح ومساء الخير بتوقيتكم حياكم الله جميعا حياكم الله في فيديو اليوم طبعا اليوم راح أسوي معاكم معجون الفلفل الرومي وكشنة الطماطم وصوص البيتزا أو نسميه اللي هو صوص حق الأكلات الإيطالية كلها يعني مو بس البيتزا فراح أشرح لكم الطريقة بالتفصيل بإذن الله مع الفيديو طبعا هنا راح أسوي معجون الطماطم وأعتذر يا بنات أمس ما قدرت أنزل الفيديو اللي كنت مرة تعبانة فخلاص ببن الله راح يكون يوم فيديو ويوم أوف لي لأني يا بنات انضغطت والله الأسبوع اللي فات بالمنتاج وكذا فصار الصداع معاي مستمر فلازم أخفف شوي من الجوال عموما يا بنات واعذروني إذا ما رديت على كل التعليقات لأن الصداع والله يا بنات مستمر فالحمد لله على كل حال اللهم ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد وبعد الرضا طبعا هنا بعد ما غسلت الفلفل الرومي خلاص أحطه بسلة عشان يتصفي الماية شوي منه وبعدين أجففه بكلينيكس بنات للتوضيح المعجون الفلفل الرومي في طريقتين طريقة بالفرن وطريقة سلق أنا ما أحب نهائيا طريقة السلق ما يعطي نكهة حلوة بالأكل ويكون كأنه فلفل يعني مطحون عادي فما أدري ما حبيت أبدا الفكرة فهذه أفضل طريقة أنا أسويها أخذ الفلفل الرومي أحمر ضروري يكون يا بنات سعر الفلين الواحد أخذتوا تقريبا 21 ريال طبعا هو أسعار من 40 إلى 45 تقريبا بس الحين يكون شوي فيه ركود فأخذوا كمية وفرزنوها طبعا إيش استخدامات معجون الفلفل الرومي وهو أكثر سؤال إن سألت عليه بنات معجون الفلفل الرومي بديل المعجون الطماطم إذا تعرفون البابريكا المدخنة نفس الطعم بالضبط اللي هي تجي باودر مرة لذيذ مع أي وصفة يكون لونها أحمر مثلا حمسة اللحم المفروم مثلا الشوربات اللي لونها أحمر مثلا السلطات في بعض السلطات نستخدمه لها أشياء كثيرة مرة لذيذ يا بنات نكهته جدا لذيذة فأنا أجيب كميات منه وأستخدمه أستخدمه مع وصفات الفطور كداهن للساندويتش بسوي معاكم ما قريب إن شاء الله الطريقة مرة لذيذ يا بنات مرة تصراحة مميز وطعمه يعني خطير ولا تنسون تستخدمونه مع المسقعة ومع الصواني الأفران اللي يصير فيها الصوس أحمر جدا لذيذة طبعا طريقة حفظه عادي ينحفظ في الثلاجة وينحفظ بالفريزر لكن أنا بما أني عائلة صغيرة وما راح أستهلكه بكمية فما أحب أحطه بالفريزر إلا بعلبة صغيرة يعني مجرد أستهلكها بفترة قصيرة طبعا هنا قاعدة أقطع الفلفل الرومي استهلكوا كل كمية الفلفل لا تجدعون أي شيء طبعا هنا سبحان الله تخيلوا فتحت الفلفل أول مرة يصير معاي كذا الفلفل أحمر ببسطها في اللونة أخضر بس أتوقع تقريبا تتغير لونها يصير أحمر عموما خلصت تقطيع فبأخذ من الفلفل طبعا كميته كبيرة عندي فبأخذ جزئية منه بسيطة بقطع نفس التقطيع هذا وبحطه للحمسات مثل حمسات الصواني أو الأكلات الصينية طبعا يبنات الفلفل هذا الأحمر أو الأخضر كلهم يتفرزنون أبدا ما يتغيرون إذا قطعناهم يقعدون عندكم فترة طويلة فحلو أنكم تجيبون كمية وتقطعونها إذا حابين تقطعونها يعني على شكل أصابع طويلة أو إذا حابين تقطعونها مربعات صغيرة طبعا يستخدم الأكل المفرزن مثل الخضار أو الورقيات للسلطات أبدا فقط للحمسات والملس يستخدم سلطات لانه اصلا يذبل فما ينفع عبر ويبنات ترى يمغسلاء اي نوع خضار عندي اغسلوا بخل جدا ممتازة هالطريقة وتعقب طبعا الله يصعد واحدة من المتابعات قالت لي افين انتبهي من الخل اللي يجيب العلب البلاستيك وفعلا صادقا وقت الحفظ البلاستيك فترة طويلة مو بحلوة الخل مفيد جدا وكي شيء لكن يفضل انه يكون حفظه في علبة زجاجية فان شاء الله باذن الله راح اعتمد هالطريقة وانتم بعد الله يكتب لها الاجر ومشكلة انه العلبة الزجاجية ما يكون في ما يكون احجام كبيرة فان شاء الله يا ربي اني احصل طبعا واحدة بعد انه متابعة وانا قطع الان ركزت على التقطية تقول انتبهي انك تقطعين الكلفز انتبهي يعني تقطعين الكلفز وانتي تقطعين صادقة فعلا الكلفز حقي هذا كبير شوي فممكن فعلا يتقطع تقول يعني انتبهوا تطبخون بلاستيك وانتم ما تدرون او زي كذا الله يربي يكتب لكم الاجر ويجزاكم عنا خير الجزاء طبعا يا بنات خلصت انا الان التقطيع كامل كل الفلفل الرومي عندي خلاصة الان طبعا هذا الجزئية هذه البسيطة تركتها بقطعها وبحطها باكياس بالفريزا طبعا التقطيع بنات عادي بتقطعون الدهائرة طويل اي شي بس انا احب اقطعه كذا ومتعودة على هاتطريقة فعلى طول ارتبها بصينية وارش عليها زيت زيتون طبعا انا اخذ مني ثلاث مرات ادخله للفرن اللي هو الكمية الفلفل هذا كان مرة كثير واخذ عليه وقت طويل فهو مشكلته الفلفل انه يحتاج وقت طويل بالفرن عموما بس لذيذ يستاهل سراحة التعب هذا كله فانا اقول لكم جيبوا منه كمية وحطوه بالفريزا ارياح لكم طبعا هنا ارش الفلفل بزيت زيتون لكم حرية الاختيار تحطون اي شي ورشيته بملح وبهارات ايطالية اذا حابين ترشونه بثوم باودر وبابريكا جدا بيطلع معكم لذيذ لكن انا ما عندي فاكتفيت بالبهارات الايطالية دخلته الفرن كل الصينيتين افضل واللي عنده مثلا ثلاث ثواني كده عادي فعلى حرارة مية يا بنات على حرارة مية لمدة تقريبا ساعتين كده لان تحسون انه خلاص ذبل طبعا كل الفرن يختلف حرارة عن الثاني فخلاص بعد ما اخلص احطه بمحضرة الطعام واخلط لازم اي يعني اخلط وخلط ناعم طبعا يطلع معاي نفس كده ما يكون يا بنات سايل مرة لا يكون متماسك لانه اساسا تبخرت الموية اللي فيه مرة لذيذ يا بنات مرة لذيذ طبعا هنا حطيتلي شوي بعلبة زجاجية وصبيت عليها زيت زيتون طبعا هالطريقة اذا كنت بحفظه بالثلاجة الطريقة الثانية اللي بحفظه بالفريزر احطه باكياس نفس هذه طبعا انا عندي كمية الفلفل الثاني قطعته وخلاص بحطه باكياس وبحطه بالفريزر على الدور احاول يا بنات تحطونه بعلبة صغيرة لانكم ما رح تستخدمون كمية كبيرة منه هذه تقريبا تاخذ ملعقتين تقريبا فمناسبة افضل من انكم مثلا تاخدونه من كيس كبير وتقدون تكسرونه وهكذا فبتصير الطريقة مي مريحة وبتحوس عليك فافضل طريقة نفسها الكياس هنا الفلفل الشريح طبعا هالطريقة تنفع مع انواع الفلفل كلها اللي ما جربت تفرزنه فاتحطه وخلاص تحطه بالفريزر الكياس الصغيرة هذي حلوة صراحة وخلاص انا عرف كمية اللي باخذة يعني اخذ كيس وطلع حتى لو احتاجت كميه اكبر اقدر اخذ كيستين ثلاثة عادي مو مشكلة اهم شي انكم تطلعون الهواء لان الهواء يا بنات يخرب عليكم الخضار بالفريزر يعطي فيها نكهة ومو بزين ابد حتى لو كان بالثلاجة يسبب تعفن فهذه افضل طريقة تضغطونه ضغطه بس تذكرونه وتخلون فتحة صغيرة تضغطون الين يطلع الهواء وخلاص تكفلونه وتكملون تكملون يعني باقي الكمية طبعا يا بنات ان شاء الله الاسبوع القادم راح نجهز للشاربات وللعصاير بنات لا تتقيدهم بالاكلي ولا بجدولي ولا بشي لا خلاص انتي تعالي جيبي ورقة وقرم هالاسبوع هذا اللي هو يوم السبت اكتبي ايش الاشياء اللي انتي راح تسوينها مثلا ايش انواع الشاربات اللي انتم تحبونها وتسوينها بكميات فاكتبوهن وخلاص شوفي احتياجك لها مثل تحتاجين لها كيشنا الطماطم تحتاجين لها مثلا انواع الخضار مثلا بروكلي بطاطس جزر مبشور اللي انتي حابة تستخدمينه خلاص جيبي الكمية اكتبيها وجيبي الخضار ونبدأ تفريز والعصاير كذلك في ناس تحب العصاير الطبيعية وفي ناس لا طبعا انا احب انوع مو بمرة يعني كله عصاير طبيعية لكن احاول قد ما اقدر اني اسوي كله عصير طبيعي فان شاء الله بروح اجيب كمية يوم السبت ونبدأ باذن الله يوم الاحد طبعا انا قل لكم ثلاث ايام من كل اسبوع راح نسوي الاسبوع اللي بعده راح يكون اختبارات فما راح نكثر ابدا راح ناخد كمية بسيطة ليش ما بديت انا معاكم بالمعجنات طبعا لاني يا بنات المعجنات لسه بدري عليها يعني فاخر شي ان شاء الله راح يكون للمعجنات وللحمسات فكل واحدة وطريقتها طبعا اسبوع هذا بيكون الشاربات والعصاير ونجهز مثلا القهوة البهارات الناقصة وهكذا طبعا تنظيف المطبخ وتنظيف البيت راح يكون اخر اسبوع وانا شارحة هالطريقة كاملة كلها في اول فيديو لتجهيزات رمضان فجربت هالطريقة هذي يا بنات بالكيز تعبية صراحة افضل بكثير من الجيك الجيك يتكبب معي ما ادري ما ارتحت فحبيت الطريقة هذي على طول اول ما خلصت من الكيز رميت يعني ما حاس علي مواعي كثير وبس هذي كانت الدفعة الاولى من معجون الطماطم وخلصت الحمد لله وكان وقت الغادة وقلت يلا بسوي معاكم غادة لذيذ وصفة صحية ولذيذة طبعا هذي يا بنات الفريق مرة لذيذ طبعا ما ادري صراحة هو سوري او تركي او ما ادري صراحة من وين مصدره لكن الفريق نفس البرغل بس لونه اخضر جدا يا بنات لذيذ ألذ بكثير من البرغل مفيد للعظام مفيد للأسنان مفيد للي عندهم معاناة مع الجهاز الهضمي وعندهم مشاكل مرة يا بنات ممتاز جدا خصوصا اصحاب السكر الله يربيش فيهم ويعافيهم وايضا للي يسوون دايت مرة مفيد ترى يساعد نزول الوزن بشكل كبير طبعا على طول اغسله وانظفه وانقعه تقريبا ربع ساعة هنا احمس بصل وبزيت زيتون وثوم وفلفل حار بعدين اضيف الدجاجة وبعدين اصب موية واتركه وتنسلق الدجاجة زين بدون اي اضافة طبعا البهارات يا بنات انا ما حاب اضيف بهارات كثيرة اضافت شوي كامون فلفل اسود باب ريكام شوية كوركم فقط اذا حابين تحطون يعني شوية بهارات مشكلة عادي بعد ما تخلص الدجاجة اطلحها وعلى طول اصب اللي هو مكانها الفريك الدجاجة هنا دهنتها بالصاص طبعا شوي نشال معي الجلد فادهنها بالصاص اللي هو معجون الطماطم اضيف معه شوية دبس رمان وشوية صايا طبعا شوي بس ادهنه وخلاص ادخلها الفرن على ما تخلص هنا قاعد اجهز الصلطة الصلطة عبارة عن بقدونس فجل احمر خيار اي اللي انتم حابين يعني اي نوع بس هذه طريقتي بالصلطة المعتادة يعني اللي احب اسويها اضيف نعناع شوي خاص رمان خيار وبس والله طبعا النعناع انا احب احطه مع السلطات اذا كان يعني جاف فعشان كده انا احب اجفف اللي هو اننا طبعا هذا الفريق بعد ما خلاص بدي يتسبك طبعا يشرب مو اي بنات ونفس طريقة الرز يعني ولا البرغل يعني نفس الطريقة وهنا خلاص قدمته اضفت الدجاجة واضفت عليه مكسرات قليتها في الزيت زيتون اللي هو اللوز اي نوع عندك المسنابر اللي عندكم حطو عليه ومع السوس طبعا السوس يبنات السوس الاخضر زي نوع اللي سويته معاكم في فيديو المندي مرة يبنات لذيذ معاه مرة بس انا ما كان عندي كان خلطي في مشكلة فسويته بس بدون خلط يعني فلو كنت خلطي بيكون اخضر يعني مرة وبس هذه كانت وصفتي جدا لذيذة جربوها وجربوها امهاتكم واباكم مرة رح تعجبهم طبعا الدجاجة يا بنات دخلت هالفورن من فوق بس صراحة من الاطباق اللي نحبها ونحب يعني نكررها بكثير وبكذا اكون خلصت الغدا ونبدأ طبعا معجون اللي هو الطماطم طبعا الطماطم راح اسوي لكم بطريقتي انا في طريقتين في الطريقة اللي نسوي على النار يعني الطريقة تقليدية لكن يا بنات هذي جدا الذ بكثير وسهلة وما تتعبكم جيبوا الطماطم والبصل والثوم قطعوه وحطوه بصينية ورشوا عليه شوية زيت زيتون وملح وفلفل اسود وبس دخلي الفورن على حسب ان تتبين كمية كبيرة افضل يا بنات بكثير من انك تقعدين تحمسين البصل لما يذوب بعدين ضيفين الطماطم السلق دايم ما يكون مثل طعم الشوية بالفرن الشوية بالفرن جدا الذي يعتمدوها هذه البيتزا كثرت الطماطم البصل جدا قليل يعني فوق كشنة الاكل ولتحت سوس ايطالي استخدموا للبيتزا استخدموا الانواع الباستا استخدموا للأكلات الايطالية يعني طبعا ما اضفت يا بنات عليهم نهائيا فقط ملح وزيت زيتون البهارات اضيفها وقت ما اسوي الاكل يعني لانه لو حطيت بهارات ممكن اسوي هذه بعد ما طلعت جاهزة من الفرن طبعا البهارات اضيفها لما اسوي يمكن الوصفة اللي بسويها ما تحتاج ما تكون يعني نفس البهارات للوصفة الثانية فهذه افضل طريقة اخلطه بالخلاط واحطه باكياس وقت وصفتي اطلع كيس واضيف بهاراتي اساسا البهارات لما تحطونها بنفس الوقت تكون فريش واحلى طبعا الحرارة الفرنية بنات نفس الفلفل الرومي ميا والنار من فوق ومن تحت واتركه تقريبا ساعتين لين تحسون انه خلاص ذبل مرة طبعا هنا بعد ما خلطته خلاص صار جاهز هذا الصاص الايطالي بس طماطم جدا نسبة البصل فيه قليلة ليش؟ لان الاكل الايطالي يعني ما يكثرون البصل فهم اعتمدين اكثر شي على الثوم وعلى البهارات الزعتار اكليل الجبل الريحان فانا اضفت فانا اضفت فقط طماطم او ثوم وبصل جدا بسيط الان الصاص الايطالي راح استخدم صلصة البيت حق العلالي مرة حلوة وتعطي نكهة للأكل ما حب طعما كذا بدون ما اسويها مع وصفتي تجي طعمها ثقيل شوي وفيه يعني ما تجوزلي فلما اخلطها مع الطماطم هذا مرة لذيذة وتعطي الوصفة يعني لذاذة وطعم احلى طبعا هذا الصاص بعد ما خلصت خلطت كل الكمية صار اخف بكثير يا بنات من الصاص الصاص العادي يعني حق الكشنا والخلطات الثانية فاشوفه هنا ثقيل والصاص الثاني جدا خفيف طبعا شون تفرقين بينهم افرق بينهم اذا كتبت عليهم كل واحدة اكتب عليها ولما بسوي بيتزا اطلع كيس واضيف له فقط كتشاب وخلص اضيف باقي البهرات اللي هي ايطالية واخلص احط الأجبان والزيتون وهكذا طبعا هذه كل المفرزناتي اللهم لك الحمد خلصت منها يا ربي لك الحمد ربنات ما خلصتها بيوم واحد لاني كنت تعبانة خلصتها بيومين هنا البقدونس والكزبرة اللي بالعلبة تقولولي ايش لون انطلعه بس يا بنات عادي بيدكم تاخذوا منه مثل ما تشوفهم ما تغير لونها ولا شيء وبسرعة تطلع معي بكذا يا بنات اكون وصلت لنهاية الفيديو اليوم يا رب افتتكم ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمة وطبعا خلصنا اول تجهيزات اول اسبوع وان شاء الله نسوي تجهيزات الاسبوع الثاني باذني الواحد الاحد الله يبلغنا لا فاقدين ولا مفقودين ونستودعكم الله الذي لا تضيعوا ودعوه اشتركوا في القناة